طالما أن الحياة الأبدية أظهرت أو ظهرت فالسؤال كيف ومتى أظهرت هذه الحياة؟ إذا قلنا أن الحياة الأبدية هي حياة الله الأبد فالسؤال متى ظهر الله؟ بكتاب يقول لنا إمتى ظهر الله؟ خلال أربعة آلاف سنة من آدم إلى مجيء المسيح كان الله يتعامل مع الجنس البشر عن طريق خلينا أقول وسطا عن طريق أنبياء عن طريق آباء الكتاب يقول لنا في عبرانين أصحاح واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أو بالإجماع عظيم هو سر تقوى الله ظهر في الجسد متى ظهر الله في الجسد؟ عندما جاء المسيح في ملء الزمان ظهور الله في الجسد مجيء المسيح في الجسد هو ده بداية الحياة الأبدية التي ظهرت لهذا العالم أحب أرى لحضرتك آية هذه الآية في يوحن الأولى الصح واحد إلى عدد واحد واثنين لما بيقول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت أي حياة التي أظهرت الحياة الأبدية فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا وهو بأولى الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا قال لنا الذي كان من البات الذي سمعنا هم ويحنى والرسل سمعوا مين سمعوا المسيح الذي شهدنا بعيوننا شهدوا مين شهدوا المسيح الذي لمسته أيدينا تكلموا مع المسيح ولمسوا المسيح فالمسيح هو الحياة الأبدية يبقى بداية ظهور الحياة الأبدية أمام الخلائق هو مجيء المسيح بالجسد هو لا يتكلم عن بداية الحياة فالحياة الأبدية لا بدأت لها لأنها موجودة أزلا بوجود الله لكن يتكلم عن ظهور الحياة أي أنها كانت غير ظاهرة وأظهرت ظهرت بظهور الله في الجسد متى ظهر الله في الجسد؟ بتجسد المسيح